أكد أمين عام المجلس القضائية القاضية علي المسيمي أن سلطة القضائية قد حققت إنجازاً على مستوى تخفيض وتسيل إجراءات التقاضي أمام المحاكم الأردنية يتعلق بنسبة جودة الإجراءات والأحكام القضائية ارتفعت لتصل إلى 66% إضافة إلى تقليص معدل مدة التقاضي إلى 58 يوم في نطاق العدالة المدنية والجزائية والتجارية والقضاء الإداري بلغ وارد المحاكم كافة من الدعاوة والطعون خلال هذا العام العام 2023 ما مجموعه 421457 دعوة بنسبة انخفاض عن العام الماضي 2022 بـ 9% فصلت المحاكم كافة أيضاً من الدعاوة والطعون التي وردت إليها خلال العام ما مجموعه 430564 دعوة نسبة الزيادة في معدل الإنجاز كانت 2.15% عنه في العام 2022 أيضاً محاكم الصلوح كان نسبة ما فصلته 85.7% من مجموع فصل المحاكم بنتيجة العمل من خلال ما ورد إلى كافة المحاكم وما تم فصله كان المدور لدى كافة المحاكم من الدعاوة والطعون خلال العام 2023 ما مجموعه 75453 دعوة نسبة الانخفاض في المدور كانت 11% التفتيش القضائي اليوم بالـ 2023 أعد 1025 تقرير صادر عن جهاز التفتيش القضائي تقارير طبعاً الأداء تقارير عن القضاء ثم تنفيذ 250 زيارة تفتيشية للمحاكم ودوائر للدعا العام نفذت من قبل جهاز التفتيش القضائي تم تلقي 125 شكوى وتم التعامل معها من قبل جهاز التفتيش القضائي ترجمة نانسي قنقر